أنه أثبت الجزائر بأنها تمتلك منظومة طاقوية قوية وبإمكانها أن تواجه التحديات سواء التحديات المناخية أو تحديات الطلب المرتفع في السوق الوطنية لما ننتقل نتحدث على المنجز الاستراتيجي الخارجي ينبغي أن يعلم الجميع الآن الجزائر في مواجهة الطلب الطاقوي الإقليمي والجواري العالمي الآن إذا كان شركاءنا يريدون الغاز الجزائر المساعدة إلى مضاعفة صادراتها من الغاز في الخمس سنوات المقبلة إذا كان شركاءنا يريدون الكهرباء الجزائر المساعدة إلى تصدر الكهرباء لأنه لدينا فائض يزيد عن 10 جيجاوات لما نقول 10 جيجاوات يعني أزيد من 10 مليار وات كذلك إذا كان شركاءنا يريدون الهيدروجين الآن الجزائر لديها مخطط أنها بإمكانها أن تصدر في حدود بين 3.6 إلى 4 مليون طن من